وصلتي على ستار اكاديمي انت من الناس اللامية اللي عندك صوت حلو بس من فتحت لك البواب يعني وجه هالصوت او هالموهبة بالرفض كثير رفض من اول كاستنج كانوا يضحكوا علي شو يقولولك يقولوا في ناسي مثلا اروح كاستنج ستار اكاديمي يقولولي عن جد انت هيك يعملولي والله انا ما كنت فهم لي شو يعني عن جد انت انت عمزة عم تغني مفكر حالك بتغني اه تنمر يعني كن تنمر ايه ضحك كتير حتى بالمدرسة كتير يعني ما حدا شجعني بصراحة بس صديقة او اثنين او ثلاثة بس بس الباقي كلهم دايما هذي اذكر واحدة مرة قالتلي هذي الزرقة شو يعني الزرقة الزرقة يعني صمرة كتير يعني اه زرقة يعني لونة ازرق الزرقة ايه تقول هاي الزرقة شفناها بكاستنج ستار اكاديمي تعالوا جمعت علي المدرسة ايه بس بعدين ندمت هي يعني جمعت علي كل المدرسة تعالوا هاي مفكر حالا راح تروح ستار اكاديمي يعني كانت عم تتنمر عليكي وبعدين انت اثبتت انك انت انصدموا انصدموا كلهم انصدموا واعتذروا قالوا يا الله كيف يعني اتنمرنا عليها هيك وبعدين بالاخير دخلت فعلا يعني ستار اكاديمي مين اللي دخل يعني قليلين يمكن مئة الف تونسي و تونسية راحوا كاستنج وهما عشرة بالاخير دخلوا يعني ستار اكاديمي نعم وصلتي على ذا فويس ايه وكنت بفريق صابر الرباعي كمان رفضت بالبداية بذا فويس لا بذا فويس ما عملت انا هذا الكاستنج اصلا هما اتصلوا بيا لان شافوني بستار اكاديمي وقالوا لي تعالي بدنا اياكي رحت يعني مدم هما بدهم يعني راح اروح نعم رحت وانقبلت له قبول حلو كتير واصلا كنت راح غير اسمي كالثوم مع هذا فويس انا وليما غيرتي كمان ما حطوا الربورتاج انه انا راح غير اسمي ما شيرو كمان كملت بالامي طب انت هون كنت مع فريق صابر صابر تندمي انك كنت مع فريق صابر الرباعي الفنان التونسي العربي التونسي ابن بلدك ولد بلدك فنيا صابر الرباعي عندي شي يعني واو فعلا هو انا احلم اني اشوفه كنت نعم احلم به لكن كدعم ما كان يدعم مثل الكوتشز الثانين مثلا عاصي الحلاني كان يدعم كثير كاظم دعم كثير لكن صابر لا خلال البرنامج او بعد البرنامج هو اصلا كان فيه اغنية من الحان محمود الخيامي هاي بعيد هالمرة التانية بعده ما اعطانيها الاغنية صابر اشراف صابر الرباعي نعم الفنان صابر الرباعي وعدك باغنية ومعطاقية لم يفي بوعده لا ما وعدني باغنية هو وعدني انه راح يكون مشرف على الاغنية وكان محمود الخيامي قاعد لا ما وعدني هو انه ينتج لي مسكيني يعني ما اظلمه بس كان فيه لما طلعت انا هما وعدوني هيك وعملوا عليها محافة وكل الناس حكيوا عن محمود الخيامي يهدي وغني على اللمية جمال وحالة هلا حتى على الجوجل اذا تدخلي راح تلاقيهم وكان صابر قالوا انا راح اكون مشرف عليها اشرافي انا كل من الاول الاخر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة